موسيقى شهدنا ألا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أهم وأبرز أخبار الاقتصاد نستعرضها من تنجا حيث وفتحت الشركة المتخصصة في النقل الجوي منخفض تكلفة غياناغ رسميا قاعدتها الجديدة بطنجا بشركة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة تعتبر قاعدة مطار تنجا بن بطوطة القاعدة الرابعة لشركة راينار في المغرب حيث تضم طائرتين وخمسة وعشرين مصر جويا من بينها ثلاثة عشر خطا جديدا تربط مدينة تنجا بثمان مدن أوروبية جديدة وخمسة وجهات مغربية جديدة خلال الصيف الفين واربعة وعشرين وإلى جانب تحسين الربط الجوي سيكون لهذا الاستثمار الكبير بقيمة مئتي مليون دولار تأثير كبير على سوق الشغل المحلي مع إحداث ستمائة منصب الشغل بما في ذلك ستين وظيفة ذات تأهيل عالي مثل ربابنتي وأطقم الطائرات هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة غايا ناغ تعتزم تنفيذ برنامج قياسي خلال صيف الفين واربعة وعشرين عبر اثني عشر مطارا مغربيا لنقل أكثر من خمسة ملايين مسافر من وإلى المملكة وأيضا بين داخل المملكة وفي خبر أخر أعلن المركز الجاوي للاستثمار لجاة طنجة طوال الحسيمة عن تنظيم النسخة الخامسة لملتقيات الأعمال يوم غذب ببالانس الإسبانية وتشكل الملتقيات مناسبة للمركز ولشركائه بمنظومة ريادة الأعمال للكشف عن فحو العرض الترابي لتحفيز وجذب الاستثمار وأوضح المركز أن الملتقي يأتي بعد النجاح البهر الذي عرفته النسخ الأولى لملتقيات الأعمال والتي احتضنتها كل من الدار البيضاء وإشبيليا وبرشلونة بالإضافة إلى النسخة الافتراضية المنظمة عن بعد ويشارك في هذه الدورة أزد من 300 من المستثمرين ورجال الأعمال المغربة والإسبان من قطاعات انتجية مختلفة ما يصاهم في ترويج لفرس الاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة وفي موضوع منفس لعد المكتب الوطني للسكك الحديدية حصيلة الكربون برسم سنة 2023 والتي كشف فيها عن تراجع كبير في بصمته الكربونية وافض المكتب في بلغ له أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في اللجوء إلى السفر بالقطار إلى أن هذه الحصيلة تكشف عن انخفاض كبير في بصمة الكربون للمكتب الوطني للسكك الحديدية كما تقر بذلك الأداءات القياسية المسجلة في 2023 مقارنة بسنة 2022 وفي التفصيل يتعلق الأمر بتخفيض بنسبة 20% من انبعاثات الغازات الدفئة نتابع الآن مشاهدنا بأسعار النفط التي تراجعت بعد أن جاء التضخم في الصين أكبر مستورد للنفط الخام أضعف من المتوقع وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت 27 سنة إلى 84 دولار و39 سنة للبرميل بعد انخفاضها بـ 1.3% في الجلسة السابقة كما ترجع خام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنة إلى 81 دولار و21 سنة للبرميل بعد تراجعه بـ 1.1% في الجلسة السابقة هذا وانخفض الخمان 3% في الجلسة الثلاثة السابقة مع ظهور مؤشرة على أن صناعة الطاقة في الولايات أو في ولاية تكساس الأمريكية خرجت سالمة نسبيا من إعصار بريل بعد انضرب المنطقة يوم الاثنين وفيما يخص أسعار الذهب فقد ارتفعت اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور قراءة مهمة ليتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي ويرتفع الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.4% إلى 2372 دولاراً و87 سنة للأوقية كما صعدت العقود الأجلة الأمريكية لذهب بـ 0.5% إلى 2378 دولاراً و40 سنة اكتفي بعد القدر مشاهدين الكرام نلتقي بعض قليل في موجزنا لأهم الأنباء دمتم في أمان الله ترجمة نانسى الاشتراكي